وبعد أن ظلت شاهداً على نقاوة الهواء وفضاء السكن بحدائق بيوت يتناقل فيها عطر الياسمين والرزاق ومختلف أنواع الورود باتت الخرسنة الإسمنتية عنواناً جديداً للسكن في العاصمة بغدادة وحذرت وزارة البيئة العراقية من مخاطر ظاهرة محدقة تواجه العاصمة تسمى المدن الجزرية والتي تعني تساوي درجات الحرارة بين الليل والنهار عزية ذلك إلى النقص الكبير في المساحات الخضراء والقطع المستمر للأشجار ومنها المعمرة الوزارة وجهت أصابع الاتهام لهيئة الاستثمار التي تمنح وراض البساتين للاستثمار والتي يتم بناء مولات ومبان عديدة عليها من دون مراعاة تأثير ذلك على البيئة في بغدادة ونسبة الأكسوجين وذلك بحسب نجلة الوائلي مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة